السلام عليكم الله يسدق واتكون وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك بفيديو اليوم راح نشوف كيفية تنصيب توزيع ديبيان بإصدارها الأخير اللي هو الإصدار إداعش بالاعتماد على الطريقة الرسمية الموجودة على ويكي ديبيان أنا عمالي أولو الطريقة الرسمية وعملنا نشوفها بفيديو اليوم ليش؟ لأنه هي لا تعتبر الطريقة الأثر بساطة وفيها بعض النقاط السلبية واحد منها أنه أنا وقت اللي بكون عمالي إنشئ البارتيشنز بالإنستولر الرسمي هذا الوضع بيضيع شوي والسلبية الثانية أنه أنا وقت اللي بنزلها بالاعتماد على هاي الطريقة في عندي المستودعات أو الريبوز الخاصة بالبرامج غير الحرة على سبيل المثال تعريفات كرت شاشة انفيديا ما لها مفاعلة بشكل أوتوماتيكي فأنا لازم أني أرجع ضيف هاي الريبوز بعد ما أخلص عملية التنسيل إذا كان في عندي كرت شاشة انفيديا بفيديو جاية إن شاء الله رح نشوف كيف ممكن أني نزل نفس التوسعة وبيطلع عندي نفس النتيجة النهائية بالاعتماد على إنستولر غير رسمية هي موجودة على موقع ديبيان بس ليست الطريقة اللي موجودة بالويكي هلأ ليش بالأساس نحن عملنا نشوف ديبيان؟ ديبيان هي أصل لينوكس هي واحدة من أقدم التوزيعات يعني من سنة 1993 وديبيان موجودة فهي الجدة الأكبر أو الجدة الأكبر لكل التوزيعات وبونتو اللي هي تعتبر التوزيع الأشهر على الإطلاق هي التوزيع مبنية على ديبيان فأنا وقت اللي بقول ديبيان أو أرش هدول أحسن توزيعتين ليش لأنهن الأصل واللي ما له قديم ما له جديد هاد مثل ما بنقول بسوريا اللي ما له قديم ما له جديد بدون أي تأخير خلينا نروح لموقع صفحة ديبيان نشوف كيف رح ننزل ملف الآيزو وبعدها من روح للماكينة الافتراضية ومنبلش عملية التنزيل طيب لحتى ننزل ملف الآيزو رح نروح لموقع توزيعي ديبيان اللي هو ديبيان.org من هون منروح للزر الكبير اللي هو زر الداوملود واتن ما شايف أنه عملية التنزيل رح تبلش بشكل أوتوماتيكي هلا هون بلش عملية التنزيل بس إذا ما بلش شايف أنه هون في عندي الزر عماله اللي إذا عملية التنزيل ما بلشت بشكل أوتوماتيكي فممكن أنه نضغط على الرابط اللي موجودهم هلا الملف هو عبارة عن ملف صغير لأنه هال بس عبارة عن البيز عملية التنزيل بأغلبها رح عملية التنصيب بأغلبها رح تكون أنا متصل بالإنترنت لازم يكون في عندي اتصال بالإنترنت لحتى ينزل الملفات الضرورية أثناء عملية التنصيب هلا بعد ما تخلص عملية التنصيب أنا أورادي بنزلها فرح تنزلها خلينا بعدها نروح للماكينة الافتراضية هلا أنا هون ببرنامج الماكينة الافتراضية بالنسبة لي ما رح أشرح شو هو البرنامج بس باعتبار أنه ولا مرة من الفيديوهات اللي عملتها من قبل شرحت كيف مننشئ الماكينة الافتراضية أنت هاي الخطوة هلا أجاوزها إذا كنت بتستخدم الفيرج والبوكس ما في أي مشاكل بس خلينا نعمل ماكينة افتراضية جديدة رح نروح مع الثالي رح نحدد وين ملف الآيزو اللي أنا نزلته موجود أنا نزلت النت إنستول حددت ملف الآيزو اخترت لي اسم التوزيعة نقول له الثالي هلا أنا رح أعطيها 8 جيجا رام 4 كورات رح أعطيها 30 جيجا للهارد ورح أقل له إنه بدي أعملها شوية تخصيص نقول له إنها هلا أنا بدي أعملها على UEFI نقول له أبلاي يجي لازم أني ضيف ملف الآيزو اللي نزلته ورح حطه للجاية وأعمل عملية إنابل للبوت مينيو نقول له أبلاي وهلا منبلش عملية التنزيل خليني يسكّل هين نابسة لأنه ما بدي أهو هون نروح مع شاشة كاملة مثل ما يشايف أنه أنا رح روح مع اللي هو الخيار الأول من قل له موافق هلا منختار اللغة اللي بدنا ياها رح نروح مع اللغة الإنكليزية بعدين منختار البلد اللي نحن فيه هلا إذا كان بلدك ما له موجود ضمن هاي البلدان فمنروح للأذر طبعا هاي الخطوة مهمة لاختيار المنطقة الزمنية فهلا أنا حددت الأذر ومنروح مع continue نروح للقارة اللي أنا موجود فيها بحدد البلد وهلا منحدد لغة النظام رح نختار اللغة الإنكليزية المتابعة ومنحدد الكيبورد اللي بدنا نستخدمه هلا منختار اسم للجهاز رح نروح هو مختار ديبيان أنا رح خليها ديبيان أنت ممكن تختار أي اسم بالدكية نروح مع متابعة الدومين نيم رح نخليه فاضي هلا منحط كلمة سر للروت يوزر ومنعيدها مرة تانية هاد الشي اللي حكيتوا ان للإنستولر منختلف عن أي شي شفنا من قبل هلا منحط الاسم الكامل للمستخدم هاد مول يوزر نيم هاد اسم الشخص اللي عماله يستخدم الجهاز هلا هون منحط اسم اليوزر كمان أنا رح خليه نفسه ما رح نغير اسم اليوزر هلا بدنا نحط كلمة سر لليوزر اللي اخترناه كمان نرجع من عيدها مرة تانية هلا من المتابعة وهي هي الخطوة اللي قلت انه انا ما بحب انستولر ديبيان اللي هي عملية انشاء البارتشنز لانه صراحة بتضيع شوي حتى للناس المتقدمين والخبراء احيانا ما بتكون بشكل واضح هلا انا رح اروح مع عملية انشاء البارتشنز اللي هي فيها دليل اللي هي ورح استخدم كامل الهارد باعتبار انه ماكينة افتراضية في عندي خيار اني اختار في عندي مجال اني اعمل انكريبشن فيني اني اعملها بشكل مانول بس نحنا رح نروح مع الخيار الاسهل نوعا ما هلا حددنا الهاردد بنقول له continue هلا هون لا قالي الهاردد الموجودة على الجهاز ما في عندي غير واحد بنقول له متابعة هلا هون كمان شو بدي تساوي انه انا بدي اعمل بارتشن للهوم ولا للفار ولا للتيمب ولا بدي اياهم كلهم يكونوا موجودين ضمن الروت كمان رح نروح مع الخيار الاول لانه هو بالاساس ايلي انه recommended for new users انت اذا بدك تعمل بارتشن منفصل للهوم ممكن انك تساويها بس نحنا رح نروح مع الخيار الاول من اللو متابعة هلا متل ما اللي شايف هون عطاني سامري عن البرتشنز اللي رح يعملها عمل لي بارتشن للبوت عمل لي البرتشن الاساسي للنظام اللي هو الاي اكس تي فور شايف انه هاد رح يكون معمل له عملية على السلاش اللي هو عمل لي واحد جيجا وبالنسبة للحجم الفاضي اللي تركه واحد ميجا هاد دائما بنعمل ما في اي مشاكل وهو بالاساس واحد ميجا يعني ولا شين هلا انا اذا بدي اعمل اي تعديلات شايف هلا هاد اللي حكيتو انه انا يعني هاد السر انا بالاساس اذا طلعت هيك اذا عملت نظرة اولية ما رح اعرف انه ممكن اني اضغط على هاي الخيارات بس هي ممكن انك تضغط عليها اذا كنت بدك تعمل اي تعديلات هو بالاساس بيكون اخدها على الفينيش هلا هو بحدد لي الفينيش وبقال له كونتينيو هلا كمان بيرجع مرة ثاني بيطالع لي شو هي البارتشنز اللي بده اياها بيسألني انه بدي اكتب هاي التغييرات للهارد فمن قل له يس قل له متابعة هلا عماله يعمل عملية البارتشنز وعمل البارتشنز وعماله ينزل الباس بعد ما يخلص منرجع هلا بعد ما خلص البيس انستول عماله يسأل انا اذا كنت بدي اضيف اذا بدي حط فلاشة اضافية او او سي دي اضافي في عليه برامج تانية غير الموجودة بالبيس انستول طبعا نحنا رح نكمل عملية التنزيل ونحنا متصلين بالانترنت فرح نقول له نو اللي هي محددة بشكل اوتوماتيكي من الا متابعة هلا كمان هاي هون هاي الخطبة بدي اختار البلد لحتى يعمل عملية ضبط للباكيش مانجر طبعا انا بختار البلد اللي انا فيه لحتى تكون عملية تنزيل البرامج اسرع فهو اه انا بختار الارجنتين بالنسبة لي انت بتختار البلد انت فيه هلا بالنسبة للموقع ديبيان دوت اورج كمان هاد موقع سريع يعني كمان انت بتختار الاقرب اليك اذا ما لقيته موجود ببلدك بتختار الاقرب اليك ونكمل هلا بالنسبة للبروكسي رح نتجاوزها عماله يعمل عملية اعداد للاي بي تي اللي هو الباكيش مانجر بدي بي ديبيان كما صلنا بنعرف هلا هاي الخطوة اختيارية انه انت بدك تبعث شوية داتا للا ديبيان هو بالاساس مختار النوع ونحن رح نخليها مع النوع طبعا هاي ما لها اي ما بياخد اي بيانات شخصية هي بس مجرد شوية معلومات عن استخدامك للبرامج شو هي البرامج اللي رح تنزلها نحنا رح نخليها مع النوع انت اذا بدك يعرفوا شو البرامج انت بتستخدمها بتقول له بس نحنا رح نروح مع النوع وهلا هون وصلنا للخطوة الاخيرة اللي هي اه اللي هي تنصيب الواجهة الرسومية اما انت ما اللي شايف انه بشكل افتراضي هو مختار الجنوم نحنا رح نضل مع النوع بالنسبة للفيديو اليوم انت اذا بدك ممكن انك تشيل الجنوم وتنزل اي واحد تاني او ممكن انك تنزلهم بالكامل نحنا متل ما قلت انه بس رح نحدد الجنوم وبالنسبة للستاندر سيستم يوتيلتيز كمان رح نخليها انت اذا كنت بدك تعمل اس اس اتش ما في داعي اذا ما بتعرف شو معنى اس اس اتش ما في داعي انك تاكل الهم لانه ما رح نحكي عنها او اذا كنت تعمل لك كويب سيرفر لانه في برامج اضافية بينزلوا بالنسبة لهدول الشغلتين بس نحنا متل ما حكينا رح نروح مع واجهة جنوم وبس البرامج الاساسية منقل له continue هاي الخطوة رح تاخد وقت بالاعتماد على سرعة الانترنت اللي عندك هلا منستنى لحتى تخلص هاي الخطوة ومنرجع وهلا بعد ما خلصت عمليات التنزيل والتثبيت الشي الوحيد اللي ضد علينا انه نضغط continue لحتى يعمل اعادة تشغيل للجهاز من قائمة grab متل ما عنا شايفين منختار debian اللي هو الخيار الاول نضغط enter ومنعطي كلمة السر وهيك بتكون عملية التنزيل خلصت الشي الوحيد اللي رح نساوي قبل ما ننهي الفيديو هو انه رح نعطي المستخدم اللي انشأناه صلاحيات لتنصيب البرامج وتعديل ملفات النظام لانه بشكل افتراضي debian ما بيعطي المستخدم اي صلاحيات اول شي خليني غير دقة الشاشة معتوار انه هاي ماكينة افتراضية هلا بيجي للأكتيفيتز بروح للشو أبليكيشن وبفتح الترمينال خلينا نتأكد اول شي انه المستخدم ما عنده اي صلاحيات فمسأل اذا حاولت اني اعمل update او تحديث للنظام نقل له sudo apt update and sudo apt upgrade طبعا عماله يسألني عن كلمة السر متن ما اللي شايف قال لي انه هشام اليوزر اللي انا عملته غير موجود في السودورس في ملف السودورس معناها انه انا ما عندي صلاحيات كيف منساوي هاد الشيء هلا اول شي لازم اني غير للروت يوزر فبقل له su space dash بضغط enter بعطيه كلمة سر الروت وليس المستخدم وبقل له رح نزل الفيم قل له apt install vim هل انا نزلته بعد ما نزل الفيم بقل له التعليم التالية اللي رح تكون موجودة بالسندوق باحرف capital باحرف كبيرة بقول له editor يساوي اسم البرنامج اللي نزلته سواء فيم او nano space vi sudo وضغط enter بنزل لاخر الملف بيجي للسطر اللي مكتوب في روت بنسخ السطر بالكامل وبنشئ سطر جديد وبغير الروت لاسم المستخدم اللي عملته هلأ بحفظ هذا الملف وبسكره بالفيم مثل ما حكيت بفيديو فيم بضغط على نقطين wq هلأ بطلع من الروت بقل له exit واذا جيت حاول اني اعمل عملية update للجهاز بقل له sudo apt update and sudo apt upgrade هلأ بعطي كلمة الزر للمستخدم اللي عملته وليس للروت بضغط enter متل ما اللي شايف انه هلأ صار في عندي امكانية اني حدث النظام ونزل برامج خلينا مثلا نزل برنامج ال new fetch فبقل له sudo apt install new fetch رح ينزل لي البرنامج بكل بساطة ما عاد في عندي ال restrictions انه ما فيني نزل برامج لانه هلأ صار في عندي صلاحيات وهيك من كون وصلنا على نهاية فيديو اليوم لا تنسوا تتركو لي بالتعليقات اذا كنتوا من مستخدمين ديبيان او عمالكم تفكروا انكم تستخدموها بيوم من الايام اذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين طبعا لحتى ما يروح عليكم الفيديو الجاي اللي رح يكون عملية التنصيب بشكل ابسط ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وبالتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله شكرا شكرا